اهلا بحضراتكم الجديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي حتى وهو واقف على منصات التتويج مشغول ببكرة ومشغول بالترتيب للجاي وبيجهز للبطولات اللي جاية عشان كده انا قلتلكوا ان دي اول بطولة في عهد مجلس الادارة الجديد لا ده كمان ده اول بطولة في عصر شركة الاهلي لكرة القدم اللي مجلس الادارة السابق في اواخر ايامه سلم كل مفاتيح الكرة والاختصاص وملفاتها لشركة الاهلي لكرة القدم برئاسة الأستاذ ياسيم منصور ونائب رئيس الشركة المهندس مصطفى مراد فهمي الاهلاوي او القطب الاهلاوي الكبير لكن كمان انه يستهل المجلس وتستهل شركة الاهلي لكرة القدم مسيرة عملها بسفر الأستاذ ياسيم منصور مع البعثة كان موجود الأستاذ ياسيم منصور رئيس شركة الاهلي لكرة القدم مع بعثة الاهلي احتفق مع اللاعبين فرح مع كابتن الخطيب ومجلس إدارة بل وصرف مكافأة خاصة من جيبه للعب النادي الأهلي احتفالا وتقديرا بفوز الأهلي بهذه البطولة وتحية للعبين مبسوط جدا جدا من أن الأستاذ ياسين رجع يجد شغفه ويمارس حبه مع النادي الأهلي ويتواصل رغم مشاغله كان يبتعد لفطرة وبعدين كمان يروح هذه السفرة الرائعة ويحضر هذه الفرحة الأروع ويتفاعل معها يعني أنا أتمنى الشخصيات اللي زي الأستاذ ياسين لا تبتعد عن النادي الأهلي بالعكس إحنا محتاجين لهؤلاء الرجال العظام في كل لحظة ومن تكاتف المجموعة دي ومسؤول النادي الأهلي لأن إحنا الحقيقة أنت تقيم أن تشعر أستاذ إبراهيم في النادي الأهلي المسألة مش مسألة أنك تبعده مجلس إدارة أو مسؤول تنفيذي يكفي أن تمارس حبك مع النادي الأهلي تشعر أنك في الأسرة دي وفي المسؤولية دي وبالعمق ده وبالتقدير ده وبالاحترام ده وبالتفاعل ده فأهلا بك ياسين بيه تاني حوار بينه وبين مستر المسيماني والكابت الخطيب طبعا حاجة مهمة أنك تبتدت تطمئن أن الناس دي لا هتمارس شغافة مع النادي الأهلي تاني شوف برضو مسيماني إحساسه بالسعادة أستاذ خالد مرتاجي أمين صندوق النادي شوفوا لما كابت المحمود الخطيب لما اختاروا لهذا المنصب قال لك لأنه حد عنده علاقات دولية وحد عنده حضور دولي مميز المهندس خالد مرتاجي برفقة إمفنتينو رئيس الانتحاد الدولي حتى الأستاذ خالد مرتاجي علا وقال لك إمفنتينو بيقول لي على فكرة أنا كل مباراة بشوفها للأهلي بيكسب ها يعني أجدوا على منصات التتويق يا رب دايما يا مستر إنفنتينو وعايزين أجبها يا مستر إنفنتينو تشوف حل في مشاكل هذه الإزدواجية وهذا الموضوع وما تحملهاش لأفريقيا الوحدة يعني مسألة وين وين سيتيوشن يعني اكسب ونكسب وكرة تكسب في أفريقيا وعلى مستوى أوروبا والعالم لأن الحقيقة أفريقيا أصبحت رافض مهم جدا من روافض الإبداع الكروي على مستوى العالم على فكرة حتى الآن الأفلة لسه موجودة الاتحاد الأفريقي من جانبه أفل الضمن خلاص قال لك كاس الأمم الأفريقية في الكاميرون في معادها فبالتالي ما عادش فيه أمل خالص في حكرة أنها تتأجل أو أو لا هتبدأ في معادها في ستة نايل فبالتالي شوفوا حل تاني الحل عند الاتحاد الدولي دلوقتي أنه يأخر أو يقدم كاس الأمم كاس الأمم للأندية 3 أربع تيام ما يقدمهاش يأخرها يأخرها 3 أربع تيام فتبعد عن نقطة التماس بتاعت 5 و 6 فبراير مع كاس الأمم الأفريقية هو يعني لو كانوا حتى اتفقوا في حلول تاني أفريقيا تتقدم يوم وتتتأخر يومين دكتور محمد سراج محمد زكريا سراج والجهاز الطبي وهو بيحتفل مع الكابت المحمود الخطيب وهتلاقي كل السادة أعضاء مجلس الإدارة بقى محتفلين مصطفى مصطفى شبير فرحان بلحظة تتويج غالية في مسار مسيرته وفرحة الأطفال الأهلوية والأسر المصرية بقى اللي موجودة وأنا بالمناسبة عايز أحيي اتنين من الزمل الإعلاميين الكبار الأستاذ فايز عبدالهادي الأستاذ فايز عبدالهادي يا جماعة ربنا أديله الصحة عميد الإعلاميين المصريين في منطقة الخليج مش في قطر عمره المهني تقريبا في قطر قد يزيد عن 30-40 سنة من وقت ما بدأت مجلة الصقر ومجلة الصقر اللي كان بيتابعها في أواخر السبعينات وبداية التمانينات واحد من أهم المشاريع الإعلامية والصحفية في المنطقة العربية من وقتها وهو بيسر الصحافة الخليجية والقطرية بإبداعاته الكبيرة واحد من الأهلوية وعضو النادي اللي بيحبوا الأهل بشغف برغم الظروف المرضية الصعبة اللي بيمر بيها الأستاذ فايز عبدالهادي اللي بنقول له ألف ألف حمد الله على سلامتك كان حريص على متابعة البعثة وكان سعيد قد إيه بتلقي رسالة أو اتصال تليفوني من الكابتن محمود الخطيب عشان يطمئن عليه واللي تابع مجلة الصقر زماني يشوف يام الصقر قدت الكابتن خطيب غلافها وكانت من حوارات فايز عبدالهادي معاه أيضا صديقنا العزيز وأخونا الجميل أسامة السويسي رغم أنه عنده ظروف خاصة لكنه ده ما منعهوش أنه يكون موجود مع البعثة لحظة بلحظة ويتابعها ويقدم كل خدماته للبعثة الإعلامية مع كل الجالية المصرية وربطة محب الأهلي وعشاقه في الدوح دي كانت أجواء أعضاء مجلس إدارة النادر والستاذ محمد الجارحة والستاذ طاري أنديل مع كابتن محمود الخطيب هتلاقوا الكل على قلب رجل واحد والكل في ظهر الفرقة عشان كده يا كابتن ميدو قانون الطاقة لا يأتي من فراغ قانون الطاقة اللي الناس شايفاه جاي من خلال كده صديقنا العزيز جمال جبرو مدير إدارة الإعلام وكابتن حسام غالي في أول رحلة له كعضو مجلس إدارة واللعبة اللي هم راجعين بيتكلموا في اللي جاي في مباراة فيوتشر يوم يعني هم مشغولين بالفيوتشر كل ما بينه بالفيوتر يا كابتن المحاولين بالفيوتر والمحاولين بالفيوتر